تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال التطوير ورفع كفاءة شرع الأشرف بحي الخليفة التي تقوم بها المحافظة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية برفع كفاءة مسار مزارات آل البيت بالقاهرة التاريخية وجعلها متحفا مفتوحا لزوار مقامات آل البيت من مصر والدول العربية والإسلامية وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالشارع الذي سيمثل شارع المعز في الأهمية التاريخية والسياحية وذلك من خلال ربط المزارات ببعضها البعض لخدمة رحلات الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت وضف محافظ القاهرة أن الشارع شهد تطويرا كبيرا للبنية التحتية حيث يتميز شارع الأشرف بترازم معمارية تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية